يا اهلا وسهلا بكم طلابنا العزاء شلونكم ان شاء الله تكونوا بخير انا وياكم دكتور عبدالله جرغلو من اكاديمية عبو مدى الطبية راح ابدي ان شاء الله وياكم مثل ما تعودنا بباقي المواد راح نشرح مادة جديدة والاول مرة راح اشرحها لكم لان معزتكم تعرفون جبيرة عندي اللي هي مادة الجراح مادة الجراح يا جماعة هي مادة جبيرة فحاب اشعوكم هاي الصورة حتى تفقى ببالكم اكيد سمعتوا بالترند اللي صار مع القراج حويدر فانا نفس الشي الرجال قاعد يسأل يابا قابل شن الجراحة سنتوا مخوفين نفسكم بيها لا ايا مادة جبيرة انت تطب بيها وما لك شغلة زين فنفس المبدأ حرفيا مادة جبيرة وتفاصيلها هواية بس احنا ان شاء الله طالما انتم ويايا تعرفون انا احب اوضح اغلب النقاط واسهل عليكم بالصور وكذلك بالفيديوهات فخليكم ويايا خلونا نبدأ باول درس من دروس بالنسبة لكلمة او الجملة هاي تعني شنو تعني جراحات قليلة التوغل تمام يعني شنو معناها خلينا اشرح لك بداية على هاي الصورة من خلال الصورة احنا هسا نفهم طبعا عدنا هنا مثلا مثل ما تشوفون هذا كبد زين وجواها اكو مرارة تمام زين اذا انا ردت اشيل المرارة نتيجة التهاب اللي صارت بهاي الكيسة اللي هي كيسة الصفرة او المرارة فمفروض شا سوي الطريقة التقليدية مالتنا كلاسيك ميثود اللي احنا نجي نسويها هو نفتح البطن بهذه الطريقة وهذه الفتحة مثل ما تشوفها ايش قيل هي تشبيرة على مود نشيل شنو؟ نشيل هاي الجزئية اللي هي المرارة زين هل هذا طبعا مفيد؟ طبعا مفيد لكن همنا بها مساوء مالتة زين شنو ما نساوي مالتة اول شي انت دا تفتح هلقيت حجم من الجرح معناها ممكن الشخص يتعرض لابسط شيء اللي هي العدوى زين لان نعرف الهواء مالتنا او الاير مالتنا زين انا ااسف اير مالتنا مليانة بشنو؟ مليانة باينفكشنز تمام؟ مليانة بالتلوث فبالتالي ممكن هذي الهواء تدخل فبالتالي تلوث لك الجسم من الداخل فبالتالي الانسان يتعرض لانفكشن زين شنو رأيك لو جيت قلت لك تمام؟ احنا مجرد بفتحات صغيرة ندخل لنفس المكان ونشيل هاي المرارة فانت تقول لي بياهية هسه سؤال لك بياهية يكون الانفكشن اقل بهذا الاولاني لو بهذه الفتحة الصغيرة اللي احنا من خلالها دخلنا وشلنا المرارة اكيد تقول لي الثاني اللي احنا من خلال الفتحة الصغيرة دخلنا وشلنا المرارة فلذلك يا جماعة الاهمية هنا تكمن تمام؟ فعلى مداني اقل الهواء امور من ضمنها النزيف بليدينج او حتى انفكشن او امور ثانية اخرى راح نشرحها بعد شوية زين؟ فاحنا نحتاج انسوي شنو عمليات زين؟ ندخل من خلال فتحات وليس من خلال هيج فتحة شبيرة تمام؟ فتحات صغيرة ندخل ونشيل زين؟ لان اهميتها تكون اكبر طيب هذي بالنسبة بشكل يعني بسيط احنا شنو نستفاد بـ فإذا احنا ندخل لعمق الجسم عن طريق فتحات صغيرة تمام؟ هذي يسموها معناها اختراق او توغل يسموها هنا طبعا اكيد سمعت عن جراحات الناظرية المشهورة عندنا هسا بكل الدول يعني دي يستخدموها على مود شنو؟ اكيد على مود يعني المريض يطلع متشافي بأسرع وقت وكذلك من ناحية تجميلية جسم ما يخرب هواية من ناحية العدوى ما يكون من ناحية النزيف يكون مسيطر عليها الى الى اخره تمام؟ عدة امور بيها طبعا طريقة العمل النواضيع شلون تصير؟ عن طريق طبعا مثل ما نشوف هسا قدامنا هذا الدكتور نسوي عدة فتحات زين؟ وكل فتحة طبعا ندخل من خلالها اداة زين؟ وقدام التلفزيون اكو شاشة والشاشة هذه طبعا تعرض لك الصورة اللي يدخل من خلال الدكتور للجسم تمام؟ فبالتالي يقدر يشيل مثلا شوف المرارة شوف شنو يريد يشيل على حسب هو المطلوب زين؟ على العكس احنا لما نفتح البطن لا هنا المشكلة تصير اكبر ممكن فبالتالي احنا نخلي المشاكل مالتنا علينا هواية كلش فبالتالي ما رح نستفاد فلذلك هذه الفتحات الصغيرة تشوفها انت كلش قليلة صغيرة بالحجم يعني لكن لها فايدة عظيمة زين؟ وحنعرفها وحنشوفها بعد شوية واحدة واحدة هنانا جاي اول شي حاتشيلي على شنو؟ على MIS اللي هي مختصر لكلمة minimal invasive surgery تمام؟ minimal invasive surgery تعريف مالت شنو؟ انه انت تدخل من خلال فتحات بسيطة لجوة الجسم هذا مختصر الكلام وتشيل اللي تريده وتسوي اللي تريده من الاخير تمام؟ اذا دا يقول لك هنا minimal invasive medical procedure عمليات اللي احنا ندخل من خلال الفتحة الصغيرة هاي تعريف مالت شنو قاعد يقول لك عبارة عن الدخول للجسم entering the body through the skin احنا نخترق الجلت وندخل جوه زين؟ او عن طريق شنو؟ عن طريق body cavity يعني اكو تجويف بالجسم ندخل من خلاله زين؟ او عندك شنو anatomical opening مثل فتحة الفم مثلا او الخشم او حتى فتحة الشارج الى اخره هذه الفتحات كلها احنا نستقاج من عدها ممكن ندخل من هذه الفتحات ونطب بيه للجسم تمام؟ بالمكان اللي احنا مثلا نريد نوصل له هذه طبعا انواع مختلفة من الجراحات وكذلك النواظي اللي يستخدموها راح ناخدها بهذا الدرس فبالتالي قاعد يقول لك شنو؟ الدخول عن طريق ياما الاسكن ياما تجويف الجسم body cavity او حتى anatomical opening تمام؟ لكن احنا كل اللي مطلوب من عدنا شنو؟ نسوي فتحة صغيرة ومن خلال الفتحة هذي ندخل وما نسبب damage شبير لا بالعكس damage ما لتنا اذا كان اكو او ضرر اذا كان اكو نخليه صغيرة but with the smallest damage possible to these structures يعني اذا مثلا ضربنا على اورغن معين او جرحنا اورغن معين يعني يكون شنو؟ بشكل بسيط مو شبير زين؟ هذا تعريف مالتا اذا انت تدخل في سبيل تقلل الضرر تدخل من خلال هذه الفتحات الصغيرة في سبيل شنو؟ تقلل الضرر اللي تحصل ممكن للتيشوز طبعا هنانا يا جماعة بتجراحة بمنزمتكم هذي خصوصا الموجود والمكتوب شغلتين لاحظت بيها متكرر هواية اللي هي خلوني اقول لكم اياها كتبتلكم هاني هنانا هذي من عبو نوتز شن اللي متكرر يا جماعة متكرر سالفة التاريخ تمام؟ ومتكرر همينه هواية طول ميكانيزم يعني شنو طول ميكانيزم؟ يعني جايبين الادات وحاجين على طريقة تشغيل هذي الادات او آلية عمل هذي الادات طبعا بالنسبة للتاريخ انا دا اقرأ طب البشري اوكي ممكن بعض الامور تستفاد منها اذا عرفتها بس يعني مو بالضرورة اللي انتم متخيلينها انو نعرف كل التواريخ فلان اداة شوكتهم اكتشفوه او اخترعوه فلان اداة شوكت بدو يشتغلون بيها لا لا يعني احنا هذي ما نستفاد منها بتجراحة تمام؟ اه ثاني شغلة تول ميكانيزمز تول ميكانيزمز هذي احنا اطباء طبيب بشري يعني لو عندك اداة معين زين مثلا اداة الناظر نفس زين هذي الادات الادات هذي لو صار بيها اي اشكال انت مو مزئول تصلحها لا اكو جماعة هندسة طبية او مهندسين مهندسين يسموهم هم اللي يجون يفحصون ويصلحون فهمينا طريقة او الية العمل للادوات هذي ما مطلوب منك واني اريدي كاتب كل هاي التفاصيل عليها بسبيل انت لما تجي تقرأ ما تدوخ روحك تمام؟ يلا اذا نرجع لموضوعنا ده تشوفون هاي السلايدات اثنيناتهم انا اقتصرتها لكم بهذا المخطط او ماين مابس تمام؟ اه هنانا طريقة تطور شلون صارت بالنسبة لمنظار البطن لابروسكوبي كلمة لابروسكوبي معناها شنو؟ معناها منظار البطن تمام؟ لابرا هذا جاي من كلمة بطن باللاتيني الاسكوب معناها منظار نفس الاسكوب اللي يحطوها جماعة هذول اللي يلعبون زين مو يقولون اسكوب الفلان يريد وسكوب الفلان يريد بالالعاب مثل كولوف ديوتي او حتى الثاني البوب جي الى اخر هيد فعن طريق منظار هذا احنا ندخل البطن فسموها شنو؟ لابروسكوبي سموها طبعا اكو علماء ثلاثة هما او اطباء هما اللي خلي نقول طوروا هذا الجهاز تمام؟ يعني كل واحدة على حسب حقبة مالته او الزمن مالته قام يشتغل على الجهاز مالته فبالتالي طور فاول عالم ويانا والتاريخ مانتش وكتاني كاتب لك اياه تريد تعرف اعرف ما تريد تعرف انت براحتك يعني واني افضل لك انه ما تعرف يعني ما راح تستفاد ديتش الاستفادة اذا عرفتها اول شخص اللي استخدم لابروسكوبي هذا زين في الجراحات على الحيوانات هو هذا العالم او الدكتور هذا اسمه جورج كيلنغ تمام؟ اذا فارسة لابروسكوبيك سورجيري اون انيمالز عندك جانوز فريس هذا بثمانية وثلاثين من قرن اللي فات اخترع همينا اداة وهذه الاداة اللي احنا قدامنا دي نشوفها هذي يسموه على اسمه همينا فريس نيدل فريس نيدل هذي مثل ابرة يدخلون يستخدموها على مود شنو على مود نيومو ثوراكس نيومو معناها جاي من كلمة نيوم دايما وين ما تسمعوه معناها هوا تمام؟ ثوراكس معناها هوا بالصدر على مود يشوفتون هذا الهوا من الصدر على اطراف الرئيه تصير طبعا توقف عمل الرئيه او تعيق عمل الرئيه فاخترعوا هذا الجهاز اللي اكتشفه هو سماع على اسمه فيرس نيدل سما تمام هو اسمه جانوس فيرس شان اما بالنسبة الاخر وحده اللي هو يعني واحدة من الادوات المهمة همينا اللي هي هاي المنظر اللي تطلع منها كذا شغلة امينا بعدين طواروها المهم اسم الدكتورة والطبيب هارولد ايج يعني ما ادري اسم ابو شنو هوبكينز المهم هذا 53 هو طور نوع من العدسات داخل المنظر حطه فسموه ريجد رود لينس سيستم تمام؟ وبها الياب ضوئية سموها فايبر اوبتيكس تمام؟ وهذا همينا شكل مالتا اذا حبيت تعرفون وهذا اول منظر اللي استخدموه على الحيوانات فقلت لك عن صراحة هذا شي مو مهم يعني ابدا تعرفه ومختصر لهاي السلايدات اثنين اتهم اللي ذكرنا لك هي تمام هذي همينا اهنانا نقدر نقول احنا نبدي بالمحاضرة مالتنا الفعلية اذا محتويات هذه المحاضرة هي شنو يا جماعة؟ بالنسبة للكونتنت اول شي اللي ويانا هنقر على المنظار البطن لابروسكوبيك تمام؟ وكذلك نحتي شوية على مينيمالي انفيزف سيرجيري زين؟ يعني شوكت ممكن نسوي هذه العمليات ولأي حالات؟ وعندك سنجل بورت اسس سيرجيري طبعا بالابروسكوبيه يا جماعة انت تدخل من خلال ثلاث اربعة فتحات لكن سنجل بورت معناها بوابة وحدة يعني فتحة وحدة زين؟ من خلال فتحة وحدة تدخل وتسوي كل شغلك لكن هذي بيه مزايا وبيه عيوب زين؟ وايضا نحتي على الروبوتات شنون يستخدموها في الجراحات لكن هذا همينا صعوبة بيه مزايا وعيوب واخر شي عن طريق طبعا الفتحات اللي الله خالقها لنا بجسمنا مثل الفم الانف الشرج الى اخره بهذه الفتحات همينا احنا نستفاد منها نسوي بعض العمليات اخر شي اللي هو اندوسكوبي اندوسكوبي هذا ناظور ندخل بيها لجو الجسم لكن همينا عن طريق شنون؟ عن طريق مثلا عن طريق فتحة الفم مثلا نريد نغسل المعدة ابسط مثال تمام؟ فيدخلون باندوسكوبي زين يسموها ناظور همينا يعني بس اللي تدخل جو الجسم بالسوال فالعادية مو للعمليات وهمينا راح نشرح عليها طبعا فاول شي اللي هو هو لابروسكوبيك او منيمال انبيزيف سيرجيري وعرفنا معنى كلمة لابروسكوبي شنو؟ لابروسكوبي معناها منظار البطن تمام؟ طبعا هنا همي نحتيلك على اول استخدام اللي استخدموها بأي عام كان 85 من قرن الفات وأول عملية اللي سووها هو منظار البطن اللي شالوا بيها شنو؟ المرارة المرارة لمن يشيلوها يسموها شنو؟ شطار يسموها كولي سيستكتومي كلمة اكتومي اكتومي هذا وين ما تشوفها معناها ريموف زين؟ لأي عضو تجي بنهاية الكلمة معناها ريموف يعني شالوها شالوها كلها用 دا تجي بالي اغنية شالو العموم فالمهم هذي كلمه مختصر المفيد involved كولي معناها كيسة زين وكولي اكيد تعرفونها هي يقصدون بها كيسة كيسة صفرة يعني زين يرمزون لها طبعا ازالة الكيسة الصفرة هذه كلها على بعضها يسموها شوف هسا هذا داخل بالمنظار تمام دي نشوف طبعا اكو عدة امور يعني على مودة احنا ننشيل عضو مثلا هنانا محتاجين شي نلزم العضو نفسه زين ونسد اذا المجرى بيها دي نشوف هسا هذه الادات وهذا الادات الثانية مثل ما القط صاير ننشيله وهنانا عندك طبعا مصدر للضوء تمام على مودة انت تشوف وين داخل اكيد وكاميرا بيها وبالتالي تجي تقص وتشيل او هنانا بالصورة الثانية مثل ما ننشوف داخلين بعدة ادوات على مودة احنا نشيل المرارة تمام هذا على عكس هذه الصورة اللي موجودة قدامنا فاتحين البطن على مودة بس يشيلون المرارة اكيد يعني نفسيا ابسط مثال هذي احسن من هذي زين يعني اكو فرق كبير اكيد تشوفوها انتو امين فاذا هذي بالنسبة لاول شي اذا اول عملية استخدموا بيها منظار البطن سووها لشنو لازالة المرارة زين ودي يقول لك now almost every organ is accessible يعني هذي بالوقت الحالي اغلب الاعضاء اللي يسووها همنا بالمنظار البطن اللي زمناها لابروسكوب او حتى مثلا منظار لاجزاء ثاني فده يقول لك اكثر من 90% of colliestectomies are done by laproscopically يعني حاليا اغلب عمليات او 90% من العمليات لازالة المرارة تصير عن طريق شنو؟ عن طريق منظار البطن شوف منظار البطن او لابروسكوبي هذا اكثر شي تسمعه بالايام لما تكون بالمستشفى خصوصا قسم الجراحة مثلا جراحة العامة باختصار هم شغلتين اساسيات زين اولها apendectomy تمام وثاني واحدة هذي colistectomy apendectomy هذي يشيلون بيها زائد الدودية همنا بالمنظار colistectomy هذي هم من يشيلون المرارة بالمنظار زين ليش هذو الاثنيناتهم لأن التهاب مالك مشكلة تسوي الام كلش فضيع وبالتالي المريض ما يتحمله فبالتالي لازم يشيلوها سريعا زين فاغلب العمليات يومية تقريبا تشوفها هي apendectomy و colistectomy زين طيب هاي الصورة طبعا انا نشرتها بالنست قل تخمنوا لمنوا راحيش راحي فمفروض انتو اللوتش انتو شوية قارين اكيد تعرفون بس انا ادري انو انتو عطلة فعادي ما زعلت اكيد هاي الصورة اللوت تذكرون نزلتها بالستوري عندي بصفحة نزده على العموم يا جماعة على مود احنا ندخل بمنظار البطن محتاجين عدة ادوات يعني الصالفة هيش مو قوترة لا ادخل و اخطاع و مدرقص وشي الودي لا مو هيش لازم يكون عندك متوفر عدة اجهزة على مود تقدر انت تشتغل زين طيب بالنسبة للامور اللي احنا نحتاجها شنو هو شوفوا ايا اول شي احنا محتاجين شنو محتاجين كاميرا تمام تصوير زين شا تسوي بالكاميرا على مود حاضرتك لما تدخل تشوف شنو اكو قدامك ما انت داخل من خلال فتحة داخل الجو مغار زين وممدد لي مثل انبوب شي مثل تيوب زين انت شنون حتشوف غير لازم اكو شي يصور لك شنو اكو جوه فاذا اول شي انت تحتاجه هو كاميرا زين زين الكاميرا هذا لوحده يكفي ما يكفي لما تدخل للمكان اللي هو مظلم فانت محتاج شنو اذا محتاج ضوة زين محتاج اذا شنو لايت فلاش اذا احنا محتاجين كاميرا وضوة على مود هذه الضوة تشتغل زين احنا محتاجين شنو يا جماعة محتاجين مصدر للضوة لايت سورس اذا محتاجين شنو لايت سورس طيب هس هاي تلس شغلات كاميرا لايت قايت كيبل تمام يعني الكيبل هذا تمشي بيها الضوة عن طريق هذي الادات او الجهاز اللي اسمه لايت سورس مصدر للضوة زين انت هسه شفت هسه على مو نحن نكبر الصورة اللي دنشوفها فمحتاجين شنو محتاجين ناظر التقريب يسموها تيليسكوب زين يقرب لك الصورة التصوير هذا يقرب لك اياه على مود انت انت تشوف جزء اللي انت داخل بيه تمام بشكل واضح طيب كل هذي هسه احنا عرفناهم بقى شنو نعرضها نعرضها وين نعرضها اكيد بالتيفي هايانا تتشوف هنانا داخلين زين وهيانا صورة قدامهم زين اذا اكو شاشة للمراقبة طيب انت دخلت وكل هاي سويتها بقى لك شغلة واحدة مهمة هاي الشغلة غريبة صراحة يسموها شنو انسوفليتر انسوفليتر هذي شنو انسوفليتر يا جماعة معناها منفاخ لا ثواني يعني شنو منفاخ دكتور شوف انت لما انت دخل تلاقي بطن متماسك فانت ايش راح تسوي هتبدي تنفخ بالهواء راح نقرأ على هذي همينة بهاي الجزئية انسوفليتر يسموه فهذه هنانا هاي الجزئية من البطن اللي انت ما كان تشتغل بها تبدي تنتفخ طبعا هي الغاز اللي استخدموها CO2 زين على مود ما تسبب دامج للانسجة فبالتالي تشتغل براحتك كأنه توسع لك مجال زين اذا هذي ست شغلات احنا محتاجينها على مود نسوي شنو تمام اذا كاميرا لايت قايت كيبل لايت سورس تلسكوب تيفي مونيتر وانسوفليتر تمام نفسها اهنانا مكتوب لك ما يحتاج ستقراءه مننا بعد نجي على كاميرا طبعا هذا السلايد انا اش كاتب لك عليها هدية ليش لان هذه ما الهندسة الطبية زياني شنو اللي استفاد اذا عرفت بها شريحة وبها رقائق وجهاز مجحون بالضوء الدقيق ومدري شنو كل شي ما راح استفاد مجرد انت عرف عندك كاميرا وباقي سلايد هدية مني اليك تمام لان سوالي في كلها فيزياء طبية وهندسة طبية واذا اردت يعني اردي راح يعني اترك لك الباوربوينت هذا يعني مكتوب شوية ترجمة اذا اردتوا يعني تستفادون وقروه بس ما تستفادون من عدها شيء بالنسبة للايت سورس هل احنا نستفاد من لايت سورس احنا قلنا لكم اكيد نستفاد من عدها لكن ملاحظة خلونا نشوف هسا هنانا الضوء شنون منور لي جزئية الاورغان اللي اريد اشتغل عليها تمام مثل ما دنشوف هنانا بالجزء الثاني دنشوف هذي كلها مصدر للضوء دنشوف داخل وين داخل جوه الجسم وطبعا هنانا جاي يحاجي لك على نوع الضوء اللي مستخدميها نوع الضوء اللي مستخدميها اريدك تعرفها هو هالوجين او يستخدمون زينون تمام طيب ليش يستخدمون هذي الاضوية هذي الانواع من الاضوية هالوجين او زينون يستخدموها لان يقول لك هذي تعتبر من الاضوية الباردة يعني مو اضوية حار لان اذا ضوء حار فبالتالي يسبب شنو حرق للنسيج فبالتالي انت تسوي الدامج مو تصليح فاحنا يعني نحتاج كولد لايت على مود ما نسوي دامج زين لكن دي يقول لك همينا خلي بالك خلي بالك ليش خلي بالك لان دي يقول لك اذا انت خليت على اللبس او الاقمشة الى اخره حتى ممكن على الجلد ممكن يسبب شنو حرق زين لفترة طويلة زين حرق اذا خليتها لفترة طويلة كلش فاذا يا جماعة اذا هذول اثنين اتهم كولد لايت يعتبروا واحنا لازم ندير بالنا واحنا نشتغلوا اياهم زين ليش لان اقمشة هذا الخماش الي غطون به المريض عملية جراحية زين وخلي بالك مو تتركه على اسكن مالت البيشنت نفسه اللي اذا تركت فترة طويلة ممكن يسبب له شنو حرق مقتل بعده اريد منك تتركه غزما عليك لا غزبا عليك تركك ما مننا اي فائدة طيب احنا قلنا لكم هندخل بالكاميرا واللايت ويانا بس احنا محتاجين نقرب الصورة اللي تطلع عني تمام فمحتاجين شنو محتاجين تيليسكوب محتاجين شنو شطار تيليسكوب طبعا اهنانا اكون بعض الامور راح اقول لك اياها بالنسبة للتيليسكوب يا جماعة هوية المنظار همين يكون على مود انت تقرب ليش يعني تستخدم هذا ممكن انت تستخدم كاميرا فقط لكن انت لا تنسى تشتغل على جسم البشري اي دامج او اي ضرر ممكن تسبب مشاكل خصوصا احنا ما شاء الله عندنا ندقى عشارية فصلنا مليارين لذلك خلوا بالكم يا جمع احنا كل ما نكون شغولنا كل ما نكون شغولنا دقيق كل ما يكون لنا احسن لذلك اكو عندك شي اسم تيليسكوب يقرب لك الصور مزيان فهنا قاعد يقول لك طبعا تيليسكوبات هذي تختلف في الاحجام مالتها لكن في مناظير البطن اللي يستخدموها هو شنو خمسة ملي او عشرة ملي تمام طيب ممكن تعرفون هذي المعلومة هذي متكونة من شنو من عدسة لنز ورود يعني هذي الانبوبة مالتها مثل ما دي نشوف هذي الانبوبة مالتها و جواها اكو عدسة على مود تقرب لك اياها هذي هم منه معلومة فيزيائية طبية ما تستفاد من عدها ممكن دي حتي لك هنان هاي المعلومة ممكن استفاد من عدها بالنسبة للزوائق اللي احنا ممكن استخدم بيها تيليسكوب هي يعني توفر لك زاوية من صفر الى 30 درجة زين اخر شي اللي هاي اعتبرها اهم نقطة بهذا السلايد حرفيا اللي ممكن انت تنسئل بيها لو قل لك شلون مناظير البطن يعقموه تتعقم عن طريق شنو عن طريق شي اسمها اوتو كلابابل يعني تعقيم بالبخار يعقموها بالبخار زين فاذا اول لابروسكوبيز ار اوتو كلابابل زين هذي نقطة ممكن تنسئل بيها ومهمة اه طبعا هنانا لايت كيبل عندك هذا هو مصدر الضواء زين لايت سورس والضواء هذي على مود احنا ننقله لجوه فاحنا لازم نجيب شنو واير وجواها اكو ضوء زين توصيله هذي همناه كلام فارغ بيها حجام اقطار مختلفة زين اه يسموها شنو يسموها يعني كلام فارغ هذا اللي اريد شوية اوقف بياك اه بيها اللي سميناها انسوفليتر انسوفليتر يا جماعة اه كتبنا عليها او عرفناها انو اه سميناه شنو من فاغ تمام شوفوا اياه هسا اه عندنا احنا جزئيتين الاولانية هذا الجسم بعدنا احنا مداخلين تمام بعدنا مداخلين طيب احنا نريد ندخل بهذه الابراء او في ريس نيدل مثلا ايا كانت بس انت تريد تفتح لك مجال مجال للشغل على مود لمن تدخل لجو زين تقدر تحرك هذي الادوات يمنى ويسر فوق شوي لكن بهذه الحالة اللي بدون منفاخ بدون المجال انت شلون ما تحرك يمنى يسر فوق تسوي دمج بوحدة من التشوز طبعا هذا راح يسبب لنا مشاكل هواية لا انفخ وافتح مجال واشتغل براحتك صعب الموضوع يا جماعة فلذلك في ريس نيدل في ريس نيدل هي الجماعة اللي دنشوف هنا داخله فتقدر هي تتحرك يمنى ويسره بكل اراحته نفس الشي هنا مثلا اين كانت النيدل اللي ويانه او حتى المنظار اللي ويانه دنشوف الفرق بين الاثنين هنانا داخلين بعد الاداة ادوات يعني لنشوف فاكو هنا مسافة مسافة واحد يقدر يتحكم بيها وهنانا همن نفس الشي اكو مسافة بالفرس نيدل الداخلين ويتحكمون بالجسم بشكل كلش طبيعي مزين فتعالوا يا جماعة خلونا نشوف انسوفليتر هذي شلون نستفاد منعدها على مود نشغل هذا الادات او هاي الادات محتاجين احنا شنو سي او تو غاز سي او تو هذا لها اهمية زين اول اهمية لها انه دايقول لك هي نفس معامل انكسار الهواء يعني نفس خواص الهواء العاد اللي عدنا تمام وشغل شغلتين اللي انا اعتبرها كلش مهمة وممكن هاي انت تنسيل بيها في الامس كيو دايقول لك ما تخرب عليك الصورة يعني جودة الصورة اللي هتطلع بالشاشة تكون صورة واضحة اضافة الى الغاز هذا غير قابل للاشتعال يسموها نون كومبستبل تمام نون كومبستبل يسموها ايضا دايقول لك هنانا co2 because this has the same refractive index اللي هي نفس معامل انكسار الهواء ايضا دايقول لك so doesn't distort the image يعني ما تخرب عليك الصورة او جودة الصورة تمام يعني اي بما معنى انت تشوف واضح والغاز هذا غير قابل الاجتعال لان اذا احنا جبنا اي غاز ثاني ممكن تسوي تفاعل ممكن تسبب دامج لي الانس جماله طبعا تعرفون الضغط اكو جوه البطن زين فالضغط اللي جوه البطن هذا يسموها فهو يكون ما بين 10 الى 13 زين يكون شقيد ما بين 10 الى 13 هذا ضغط الهواء ايضا دايقول لك use disposable filter and tubing for each patient يعني انت تستخدم انسفليتر هذي لها تيوب خاصة تستخدمها مرة وحدة disposable يعني مرة وحدة لكل patient لازم يكون تيوب خاص طبعا ممكن احنا اذا جينا وانطينا للمريض هذا هوا بضغط عالي فممكن تسبب شنو مشاكل واخر شي هم منه يعتبر مو مهم بس خلينا اقول لك يعني مقصد الكلام اكو بالنسبة للمنفاق اللي يضخلك ممكن 35 لتر من الهواء الهواء هذي اللي تطلع منها تعتمد على المخرج مالته كل ما كانت صغيرة اكيد يعني كمية صغيرة من الهواء تطلع منها منها وكل ما كانت المخرج شبير وبالتالي تطلع هوا بكميات شبيرة تمام يعني كلام صراحة مو مهم لكن اول جملة صراحة كلش مهمة لازم تعرفها مزين هذا بالنسبة لي انسوفليتور تيفي مونيتر هذي همنه هدية لك مثل ما قلنا لكم يعني شاشة انتو تشوفون من خلالها هذا كلام كله عن همنه نفس الشي في زياء طبية وهالامور انت ما تستفاد منها ولا اصلا تتعمق بتفاصيلها نجي على موضوع مهم اللي انت ممكن تنسئل بيها تمام طبعا منظار البطن بيها ادوات فهذا سموها شنو سموها لابروسكوبيك انستيريومنت تمام انستيريومنت معناها الادوات يلا وحده وحده نعرف الادوات هذي زين اول شي اللي ويانا يسموها كراس بيرس كراس بيرس معناها ملقط زين او ملاقط يعني ملقطات على موض انت تلزم شغلة حتى بالحياة العادية احنا نحن محتاجين ملقط شلون مثلا امهاتنا قبل لما كانوا يسوون خبز يغبزون شنو كانوا يجيبون على موض يطلعون من التنور الخبز كانوا يجيبون هذا الملقط الكبير هذا ويشيلوها يعني هذا اللي شا تشايفه واكو ناس بالايدي يعني الله يكون بعونهم على العموم على موض احنا نشيل او نلزم اي عضو محتاجين تمام واكيد احنا محتاجين همينا مقص اذا احنا نريد نشيل ريموفل نسوي نريد شنو شيرز يسموها مقصات تمام اي مجموعة يعني شير مالته لو اريد مثلا عضو شلتها اريد اكويها على مود ما تصير نزيف وعلى مود ما تصير مشاكل اخرى وخلاصاتي الان ما لات اريد اثبتها نهائي تماما فاجيب شنو اجيب كوي كوي كهرباء يسموها كوتري وحتى هذا ممكن انت شفته في بعض من عمليات الطهور او الختان زين يجون بعد ما يقصون الجلد الزايد فبالتالي يكوها بالش اسمه اداة يسموها كوتري ايضا عدنا هارمونيك او الترا ساونت هذه اداة تشتغل بموجات فوق الصوتية زين شنو فائدة اداة موجات فوق الصوتية يعني شا يسوي بها مثلا اذا انت تريد تدخل لكن تعرف لمن تدخل لجو الجسم حتسبب مشاكل اذا انت قصيت او قطعت فانت بالتالي ش تسوي تدمر بعض من الاجزاء من الاورغان زين عن طريق موجات فوق الصوتية بدون ما تدمر الاطراف مالتا او خلي نقول اجزاء معينة منها فلذلك الترا ساونت هذه همينا مهمة ليجا شور شنو هذا ليجا شور هذه اداة يربطون بها الاوعية الدموية احنا لو دخلنا اي اورغان موجود بجسمنا اكيد نعرف اكو بيها شنو اكو بيها اوعية دموية فانت لما تجي تقص هذه الادات شراحة تصير قبل نزيف فانت مفروض ش تسوي تقفل قبل ما تقص تقفل على مود نزيف مين يصير لانت نعرف النزيف هذا يسبب وفار يروح بكل الدم منه وخلاص صلى الله ومبارد فاذا انت محتاج لقشور ايضا احنا محتاجين ستابليرس اللي هي دباسات او الكابسات هذه على مود انخيط بعض الجروح اللي تكون عميقة او اجهزة المستخدمة للخياطة متنوعة تكون تمام هذه هي ادوات كلها انت تحتاجها في شنو في عمليات منظار البطن تمام ممكن انت تنسيل بيها في الامسكيوهات وهنا طبعا نجيب لك الادوات بشكل مختلف زين لكن الصورك مو كلش واضحة ولا احسن انت تحتاج تعرفها طيب نجي على موضوع مهم الاساي وضيف عليها ممكن تنسيل بالامسكيوه تمام شنو فوائد لابروسكوبيك سيرجيري اللي احنا نسميها بنيفيتس اوف لابروسكوبيك سيرجيري تمام احنا سبقة ذكرنا لكم اياها راح نشوفكم هاي الصورة همينه شوفوا اياه طيب انت تجي تسوي فتح للبطن هتفتح كل هذه على مو تشيل جزء معين او تشيل جزء معين صح؟ بس انت تجي تفتحت جزء كبير كلش من البطن بينما انت هذا طبعا كلاسيك سيرجيري زين بالطرق التقليدية لكن هذا لا انت سويت فتح صغيرة او فتحات صغيرة ودخلت عن طريق مناظير شلت وقفلت وصلى الله وبرك زين من ناحية تجميلية ياه يا احسن مريض يجي وبطن بعد ما طبعا شقينا البطن نخيطه لكن يبقى شنو يبقى اثار للجرح على طول بطنه فنفسيا هيأثر عليه فاذا تجميليا مو حلو اذا اكو تأثير من ناحية التجميلية على العكس لما تكون الفتحات الصغيرة عادي نمشيها لكن هيتش فتحة شبيرة لا تأثر من ناحية التجميلية اذا من ناحية التجميلية كوزموتيك تمام؟ أقل يعني ضرر مالتا تكون أقل بالنسبة للألم يعني ياهوة ألم مالتا أكثر هذا التجبير لو هذا الصغير أكيد التجبير ألم مالتا أكبر صغير ألم مالتا أقل طالما هي جرح صغير أو فتحة صغيرة أكيد يعني ريكوفري مالتا أو شفاء مالتا تكون أسعى صحيح؟ لذلك حتى المريض يبقى شنو يبقى فترة قليلة بالمستشفى طبعا التصاقات ما راح يصير زين شنو معنى كلمة التصاق يعني مدى أفهم شوفوا يا جماعة خلونا نشرح على هاي الجزئية هسا احنا فتحنا البطن زين بعد ما انت تجي وتسد البطن هذا شنو اللي يصير ممكن ممكن جهاز المسؤول عن إفراز الكولاجين وهاي الأمور اللي تساعدك في شفاء الجرح نفسك تمام يعني اسكن مالتنا والطبقات اللي موجودة جواها جسمنا عامة تبدي تسوي شنو مشاكل من مشكلات الشبيرة اللي ممكن تسويها هي التصاقات يسموها اديهيجنز يسموها اديهيجنز معناها شنو التصاقات زين شنو هاي التصاقات من اين اجت لان احنا فتحنا البطن هواية بعد عمليات الجراحية الشبيرة خصوصا تصير هواية هذه مشكلة يعني متوفرة موجودة غالبية المرات تصير فبالتالي تظهر عندك التصاقات من ألياف زين تعيق حركة الأمعاء او ممكن تسبب بيها حتى زين هذه التصاقات كلها من الألياف فبالتالي لما انتصد حركة الأمعاء ومجرى الأمعاء فبالتالي تسبب مشاكل فيه الخروج والهضم وإلى آخر ايه زين فلذلك اهنانه ما يصير عندك هاي الأمور ليش انت الداخل بفتحة صغيرة على عكس شنو على عكس اللي صار وهي فتح البطن اللي عن طريق فتحة شبير زين هذه اذا سكارت شو هذا جسمك أصلا أريدي يسويها لكن على حسب الحجم كل ما كان حجم أكبر كل ما كان ضرر أكبر عندك طبعا وهذا قلت لكم إياها من أول مرة زين لما انشرح بداية أول سلايد يعني لنالكم حتى اكو شنو عدوى اكو بالجو فممكن هذا يؤثر على جسمنا زين فهنانه طالما فتحة صغيرة فبالتالي ماكو عدوى او حتى لو اكو قليلة تكون بعد العمليات غالبا بعض المشاكل اللي تتصير من ضمنها اللي ادهيجين قلت لك إياها فهنانه ماكو في لابروسكوبي ما رح تلاقي مشاكل بعد العملية اذا فيور بوست أوبريتف كومبليكيشن بوست يعني بعد تمام عملية مشاكل اللي هي كومبليكيشن لا تنسى المنظار هذا من فوائدها يعني تشوفك الصور فيديو وكذلك الحجم مع الفيديو والصور تكون كبيرة يعني تكبير تصير بالحجم مع عمو انت تتحكم بسهولة نجي هسا جينيرال سيرجري ام اي اس بروسيجرز تمام يعني مينيما ال انفايزف سيرجري هذا بشكل عام في جراحات العامة نستخدمها لكن باي جراحات باين واع من الجراحات وهذا موضوع مهم وهم تنسأل بها كأيسي او حتى امسي كيو نجي اول وحدة اللي ويانا مثلا شخص دي يعاني من كرونيك بين يعني بما معناه ان عنده المزمن تمام لفترة طويلة فاحنا على مود نشخص هذا المرض على حسب طبعا المكان وين اه مثلا ناخذ هستوري مانته الى اخره فممكن ندخل شو نسوي 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 تشخيص عن طريق منظار البطن زين مثلا هسا هذا الشخص لنشوف ما عنده اي جراحة عملية جراحية لكن احنا ما قدرنا من خلال الهستوري اه ولا من خلال اه بعض الامور المهمة الثانية نوصل للدياقنوزز او التشخيص المناسب لذلك احنا ندخل بالمنظار مثل ما داخل هذا الدكتور على مود يشوف شنو اكو بالعضو تمام هذا يسموها دايقنوستيك لابروسكوبي استخدموها شوكت اذا اكو كان كورونيك بين عندك اه كوليستيكتومي هذا همي نقلنا لكم ولا بيعن لابروسكوبي هذا يشيلون بيها مرارة وشوفنا شوفنا لكم اياها وشوفناها بصور السابقة زين كوليستيكتومي وقدت لكم اه اكو ابينديكتومي هال اثنين يعني تقريبا تشوفوها يومية زين بالنسبة لابينديكس زائد الدودية زائد الدودية اذا ما تعرفوها وين صايرة هذه امعاء تاخذوها بعدين بالاناتومي زين فهي تكون جزء الصغير الظاهر من بداية امعاء الغليظة او يسموها فهذا للأسف مرات يسوي التهاب لان هو صاير مثل جيب وشي اللي يدخل بي بعد ما يطلع فاذا ما طلع فبالتالي يسبب التهاب والالتهاب هذا يسبب آلام كل شيء هوايا فبالتالي الشخص لازم يشيله زين فيسووه همنا بالمنظار طيب اه ايضا عدنا في بعض انواع من الفتق فتق انواع من تهواية فهسا مطلوب من عندك انت تحفظ الاسم فقط زين فعندك اللي يسووها اللي انجوينال هيرنيا ريبير طبعا هيرنيا او الفتق شنو هسا هذي اللي قد شوفونا عضلات موجودة واكو شنو ما بين العضلات هذي اللون الابيض زين اللي هي ممكن تصير بيها مشكلة او تصير هي ضعيفة فبالتالي الشخص لما يجي مثلا مثل انطيك مثال خصوصا يصير عند الناس او الاشخاص اللي يشتغلون برفع اوزان ثقيلة مثل الحمالين تمام خطيئة هذي طالع الباب الله يشتغل مثل يشيل لك اه غاز او يشيل لك اه قونية تمن او مدري شنو فهو هيضغط على بطنه لما يضغط على بطنه شنو اللي يصير الامع مالته ينضغط ينضغط وقدامه شنو اكو جدار يسموها انتريير ابدومن الول انتريير ابدومن الول لو هذا ضعيف فبالتالي من كثر الضغط عليه فبالتالي تبدي شوي شوي تنشق لما تنشكش تصير جزء من الامعاء تبدي تظهر فظهور الامعاء هذا او اجزاء من الامعاء تصير اماكنة باماكن مختلفة تمام يعني تم مكان اكو مشهورين بيها تظهر بيها الفتق او الهيرنية فمن خلال انت يعني همينه ممكن تسوي سيرجيري وترجع هذه الامعاء على موت ما تصير بيها او تموت لان هذه هنا لما انتبقى تقتنك على العموم ما ريد اطول عليك يعني هو هيرنية هو هذا معنا فبالتالي همين يسوون اصلاحات عن طريق هذا المناظير تمام يعني من ضمن انواع هذه الهيرنية اسمه انجوينال هيرنية تمام تصليح مالتي يسموها ريبير او يسموها جروين هيرنية ايضا اذا كان اكو فتق تمام بنص البطن وهذا كان اصلا مسوي عملية فهذه يسموها شنو فانترال او انسيشنال هيرنية فانترال او انسيشنال هيرنية يعني هو كان عنده فتق وسول تصديح مالته بس مرة ثانية للاسف يعني ما التزم بالنصائح او ممكن فتق مرة ثانية رجع فبالتالي يستخدمون همين من ضار بها على موت يصلحون الخلل تكميلة للموضوع مالتنا يستخدموها وين يستخدموها همين انا قاعد يقول لك في gastric surgery او stomach يعني يشتغلون بها على المعدة خصوصا هسا طالع اللي هو موضوع تكميم المعدة لو سمعتوا عنها يعني زين يجون يقصون نص المعدة على موت حجم المعدة اتقل يعني على موت تدخل الاكل او كمية من الاكل قليل للمعدة فبالتالي الشخص يبدي يأكل اقل فبالتالي ينزل وزن او يستخدموها في colon surgery اكيد لاورام الحميدة والخبيثة ايضا يستخدموها طبعا في small bowel surgery يعني لامعاء الدقيقة اذا ارادوا يشيلون سيبلين اللي هي الطحال يعني سيبلينيكتومي اللي هو سيبلين ريموفل او اذا يريدون يشيلون ادرينا الجلاند اذا تعرفوها غدة كذرية يعني هذا الكلية زين فوقها هذه اكو هذه الغدة يسموها غدة الكذرية او فوق الكلية يسموها المهم اذا يريدون يشيلونها همنا بالمنظار او ادرينا ليكتومي يسمو ادرينا ليكتومي تمام واخر شي اللي عندك ديستال بنكرياك تيكتومي اللي هي يعني شنو معناها جزء البعيد من البنكرياس يشيلوها زين يسموها بنكرياك تيكتومي تمام هذا لي البنكرياس هم منه continuation يستخدموها في عمليات ثانية مثل شنو مثل عندك عملية اسمها نيسن فاندو بليكيشن زين يعني شنو نيسن فاندو بليكيشن هذا اسم العملية لكن وين يستخدموها تعالى كلكيا شوف اهنانا احنا عدنا المعدة او الستومك تمام استومك هذا بيها اتج سي ال اتج سي ال هذا مرات يصير عنده شخص اهواية فبالتالي نتيجة بعض المشاكل اللي تصير بالجسم مثلا افراز او في الاوصوفيقس اللي هي هاي يسموها المريء اكو هنانا طبعا بوابة البوابة هذي صارت لوش او خلي نقول احنا ما ندري اذا اكو كلمة ثانية اقول لكم اياها بوابة صارت هذه ما تقفل زين يعني فبالتالي اتج سي ال هذي تبدي تطلع لوين لي فوق تمام الاوصوفيقس فبالتالي تحرق لك الاوصوفيقس ليش لان اتج سي ال هذا حامض كلش قوي فعلى العموم ما اريد اطول عليكاني على مود يقفلون هذه المنطقة وال اتج سي ال هذي ما تصعد فوق شي يسوون يسوون هذه العملية اللي اسمها نيسن نيسن فان دوبليكيشن معناها شنو ان يجيبون جزء من الامعاء الفون حوالين الاوصوفيقس ويقفلوها بهذه الطريقة على مود ال اتج سي ال هذي بعد ما تصعد لفوق لان المعيدة هذي همينا تعتبر من المسلس من السموث مصل تمام طيب حتى نكاتب لك اياها ال اي اس يعني لور اسوفيجيال سفينكتر اللي هي يعني بواب تمام اللي موجودة في اسفينكتر بس من تحت يستخدموها لعمليات انتيرفلاكس انتيرفلاكس يعني مضاد لترجيع عندك همينا يستخدموها بعملية اسمها اسوفيجيال مايوتومي او بعملية اللي اسمها اكليجيا اكليجيا هذي اسوفيقس تصير بيها دامج ميكوزا مالتها تدمر اللي نشوف هذي الميكوزا يعني اللي هي طبقة داخلية منها تدمر نتيجة صعود ال HCL لها تمام فبالتالي شي سوون يجيبون جزء من الامعاء يجيبون جزء من الامعاء فبالتالي شي سوون يلفون حوالينها على مود شنو على مود يغطون هذا الجزء المكشوف او المنجرة زين من الميكوزا لان تعرفون هذا الحامض فبالتالي ما متعود عليه الاوسوفيقس فشي سوي شي سوي اللي يسويها كالاتي يبدي يفصل هذي الطبقات مالت الميكوزا فهم يجيبون يسوونها ترقيعة من المعيدة تمام على العموم يعني انا ما رهيض اطول بيها سموها اسوفيجيال مايوتومي وكذلك يستخدموها منه في طبعا انا ما جايب صورة الها بس ممكن اشوفك من انا مثلا هسا هذي معيدة طبيعية زين المعيدة مرات جزء من عدها تصعد لفوق دايفرام دايفرام هذا هو حجاب الحاجز يسموها زين هذي شلون تصير نتيجة خلل في الحجاب الحاجز زين حجاب الحاجز اذا كان ما مكتمل فبالتالي جزء من المعيدة تصعد لفوق فهذه مشكلة فهي تكون ابصف منه ابصف اوسوفيقس فسموها تمام هذي همين يصلحون هذه المشكلة عن طريق شنو عن طريق اكيد اه 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 لابروسكوبي اذا كان اكو مثلا اي اه اي كانسر كانسر طبعا الامراض السرطانية شي يساون هاي يدخلوها بمراحل يعني مرحلة متقدمة مرحلة بداية مرحلة متوسطة اما انين يستخدمون منظار البطن على مود يشخصون هذه المراحل او اذا احد يريد مثلا لا سامح الله صار مشكلة بعقد اللنفاوية مالتة يريدون يعرفون هل هو سرطان هل هو التهاب الى اخره هو شنو فبالتالي يأخذون من عقد اللنفاوية مالتة خزعة يسموها بايوبسي تمام هذي كله عن طريق المنظار انا بس جايب لك صورة على مود تشوفها امرجنسي سيرجري اي يعني عمليات اللي بيها تهديد الحياة او life threatening نسميها زي ممكن تقلون بها بالمنظار ويصلحون مثال عليها bowel obstruction bowel obstruction اي الامعاء مثل ما قلت لكم قبل شوية نتيجة هذه الالتصاقات اللي تصير بعد العمليات اللي هو open abdomen فممكن تسبب التصاقات التصاقات هذه مشكلتها تسدلك الامعاء يعني امعاء هي بيها حركة معينة سبحان الله زين اتخيل هذه الحركة تتحول وتصير هيج زين اهنا بعد اشنون راح تتحرك الاكل فتسبب مشكلة فهذه الجزئية كلها تموت نتيجة انه تنعصر بيها blood supply multi زين فهذه تعتبر مهددة للحياة فانفاركشن هذا خطر زين فلذلك يستخدمون بيها لابروسكوبي همينة اذا اكو مثلا قرح كبيرة في المعدة اي ان كان المكان وين او حتى تروا ما اكو مثلا واحد سوى حادث سيارة يعني لا اسامح الله صار عنده دامج في الطحال او سبلين فهما لازم يشيلون على مودي يتحكمون بالنزيف بعدين زين ما يصير يتركوه الى اخره نجي هسا على موضوع ثاني زين احنا نعرف في لابروسكوبي دخلنا للبطن من عدة فتحات زين فتحة هنا 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 الى اخره لكن يقولك شنو رأيك لو احنا دخلنا للبطن عن طريق فتحة واحدة فقط وبعدة ادوات طب ياه يا احسن اكيد هذه احسن لان هي فتحة واحدة من ياه ناحية احسن من ناحية كوزموتيك اكيد زين وين ما رأيدي يشوف عنده فتحة واحدة فقط بالبطن نتيجة عملية جراحية وين عنده ثلاث اربع فتحات اكيد يعني من غير ما تقول لكن هذه هم ينبيه مشاكل يعني مو هيج سهل زين هسا احنا نتعرف على single incision gastric sleeve تمام single incision gastric sleeve فهنا انا قاعد يقولك هل احنا ممكن نسوي هذه الحركة دي يقولك ايه ممكن نسوي طبعا هذا gastric sleeve نسيت اقول لكم معناها ما تحويل المسار يسموها زين دي تشوف يعني شنو تحويل المسار يعني قصة والمعدة اغلب جزؤها وربطوها مباشرة ويا منو ربطوها مباشرة ويا small intestine يعني اللي يقوله من نانا ينزل ويطلع للشارع زين على موت هم انا والله شنو ينحفون ما يقدروا ينسوون رياضة على العموم هل هذي ممكن ايه ممكن دي يقولك لكن يعني دي يقولك هل ممكن انه احنا ندخل للجسم عن طريق فتحة وحدة طبعا ايه اكيد يصير ممكن لكن هذي يحتاج شوية شنو يحتاج شوية امور هذي الامور هسه راح نتعرف عليها زين الصورة بس للتوضيع فاذا شوف هيا هذي الفتحة اللي احنا ممكن ندخل من خلالها وهي الفتحة بيها ثلاث مسارات زين او من نانا تشوف هسا هذا جلد زين داخلين عن طريق فتحة وحدة لكن بيها ثلاث بوابات او اربعة بوابات الى اخره لكن فتحة الاساسية هي كان فتحة وحدة فمن خلال هذي الفتحة تدخل اداة معينة وهي اداة معينة وهي اداة معينة بس هي شنو فتحة وحدة اذا هذا سموها شنو سنجل بورت اسس سرجري تمام سنجل بورت سنجل بورت معناها بوابة وحدة ونفس اللي احنا دي نشوفه هنان دي نلاحظ هيانا فقط موجود وحدة بوابة وحدة هاي طبعا ادوات اللي مستخدمة همينة يستخدمون يعني هو بس دي يشوفك زين يعني لو فرضنا هنانا لفتح مالتنا هاي اداة وهي اداة بس اتنين هاتو ملتقين بنفس النقطة تعالي على هذا السلايد طبعا بعد منا سلايدات وجاية هتاخذ بيها كلمتين مهمات زين عن كل اداة زين يعني عن كل اداة شنو اهميتها او خلينا نسميها مزايا او محاسن ادفانتجز تمام مزايا او محاسن وعندك همينة عيوب ديز ادفانتجز تمام عيوب مالتها او مساوة مالتها فلذلك السنجل بورت هذي اداة همينة نستخدمها بالجراحة صح لو لا بيها مزايا وبيها عيوب مثل اي شي بالدنيا لو كان شخص لو كان لابتوب لو كان تليفون لو كانت سيارة اي شي بالدنيا اكو عيوبة واكو مزايا فاذا نجي على ادفانتج مالتها بالنسبة الادفانتج اللي احنا ندخل من خلال فتحة واحدة شنو هي اولها كوزموتيك اكيد قلت لكم وين مريض يشوف فتحة واحدة بجسمه نتيجة عملية وين يشوف ثلاث فتحات اكيد من ناحية تجميلية احسن واحدة زين لان هي one incision لذلك ما تسبب شنو ما تسبب ندب او سكار دمام سكارلس اكيد الالم مالتها اقل من ثلاث فتحات واكيد ريكوفري مالتها تكون اسرع كويكر ريكوفري فبالنسبة الديز ادفانتج مالتها ديز ادفانتج او عيوب مالتها دي يقول لك شخص او دكتور هذا يدخل من خلال فتحة واحدة ومدخل ويا ثلاث اربعة تيوبات اكيد الاعمالية تاخذ وقت اطول زين اكيد الاعمالية تاخذ وقت اطول لان هي فتحة واحدة زين نفس الشي لو رسمت لك بس هنا رسمة كلش بسيطة لو قلت لك هاي بوابة واحدة وناس متجمهرة وكلها تريد تدخل من هاي البوابة اكيد الدخول تتأخر وزح ما تصير ضغط عليها اكو بس لو قلت لك اكو ثلاث اربعة بوابات زين وناس هاي كلها تريد تدخل فاكو ناس تدخل مننا اكو ناس تدخل مننا اكو ناس تدخل مننا اكو ناس تدخل مننا اكو ناس تدخل مننا عادي بنفس الموضوع زين والعمالية همية تكون اسرع من عيوبه هم منه سعره غالي higher cost تمام وهم منه من عيوبه حركة مالتها تكون محدودة restricted degree of movement تمام لذلك هذا يكون صعب شوي على الجراح يعني يشتغل به تمام ليش لأن حركة بيها محدودة فبالتالي تاخذ وقت أطول وبالتالي صعب يكون على الجراح هذا العيوب مالتها هو single port assessed surgery تمام منظار البطن من خلال فتحه وحده يعني نجي على جراحات ثانية عن طريق روبوتات زين مثل ما دعنا نشوف بالصورة هيانا هذا الروبوت اللي قدامنا وهنانا طبعا جهاز التحكم وأكيد المريض ينام هنا فدكتور هنا أو الجراح يبدأ شي يسوي ينطي توجيهات عن طريق ريموت اللي موجود أو لوحة التحكم اللي موجودة بهذه الأداة أو الجهاز فبالتالي الروبوت مننا يبدأ يشتغل زين فإذا هذا سموها شنو؟ سموها robotic surgery زين إنسان آله هو اللي دي يشتغل هذه همنا المقصات مالتها أو الملاقط إلى آخرين زين هذه أشكال مختلفة طبعا هنا همنا حاجي لك على التطور ما الجهاز الروبوت نحن همنا ما نستفاد منه لأنه هو حاجي لك عن history زين فيعتبر هذا سلايد همنا ترك فإذا اللي بعد زين يعني مجرد دي يشوفك شنو كان شكل الروبوتات شنو هسه صار في 2014 زين نجي على مباشرة ندخل على robotic surgery شنو وشنو هي منافع والمضار أو خلي نقول منافع والمزايا وأيضا عدنا disadvantage هاي كلها مهمة في الإيسي وأنا كاتب لك يا أخاف أنسى وما أقول لك يا تمام يلا واحدة واحدة نشوف أول شي اللي ويانا more resize يعني شنو معناها دقتها كل شي هو هاي وكذلك range of motion مدى الحركة يعني تعرف يعني روبوت هذا هو دا يتحرك يعني حركة مالتها تكون مدى مالت الحركة كلش تشبيرة زين أيضا تنطيك شنو 3D vision يعني شنو 3D vision مو أني تشتشوفكم بالأناتومي اللي دخلوا ويانا خصوصا كنت كل شي اي شرح تشنت اجيب شنو 3D model مالت بحيث يصور لك الأورغن من كل الاتجاهات زين وأيضا قوة التكبير مالت الأورغن تمام يعني الروبوت هذا يجيب لك كل شي من كل الاتجاهات وبأوضح صورة وأكيد شنو less bleeding يعني أكيد هنا أنا روبوت هذا بعد زين إنسان آلي فبالتالي يعني ما رح يسبب شنو نزيف جبير وأكيد هو أحسن ومريح كلش للجراحين more comfortable for surgeon وده يقول لك can be done remotely يعني شنو معنى الكلام يعني دكتور يتحكم بي بالريموت أنت متخيل زين شنو فائدة الريموت اللي يتحكم به بالدكتور يعني دكتور يتحكم بريموت بالعملية الجراحية شنو فائدتها قد يقول لي والله هو يحمي نفسه من infection ومو الدكتور هم منه يعني يتعرف للinfection أكيد يتعرف فأنت لما تكون بعيد وتتحكم بالعملية أكيد أنت تبعد نفسك من infection نزين طيب أما بالنسبة لي disadvantage مالت شنو ده يقول لك lake of haptics haptics معناها هنا شنو ده يجي يعني شعور الحسي ماكو بالروبوتات يعني مثلا أنا لما أجي كطبيب جراح دخلت بالإيد ده أشتغل سواء أو بالمنظار حتى أين كان أنا راح أحس أنه هذا الأورغان بالضبط هو شنو فممكن أدوز زيادة أو أقلل من الدوسة يعني من الضغط على مودة عرفان شنو نشتغل لأن من الإحساس عرفت هذا شنو هذاك مو شنو يعني عرفت أفرق بين الأنسجة من الأخير بين التشوس فلذلك الروبوتات ما عند هذا الشي يعني الروبوت هو اللي قاعد يشتغل أنت شنو راح تحس ما راح تحس صحة تشوف بس ما راح تحس فما تقدر تدخل زيادة أو تقص زيادة أو مدري شنو فهذا أهم منه يعتبر شنو موضوع صعب بالنسبة للجراح زين فإذن Lake of Haptics هذه تعتبر من Disadvantage أكيد روبوتات هذه يعني أسعارها غالية تصير تمام بالسمة حتى مو بس غالية إضافة Long Setup Procedure Time أكيد يعني على مود نحط كل هذه الأدوات ونجهزها ونعقمها ومدري شنو تأخذ وقت طويل والعملية هم منها تأخذ وقت أطول ليش لأن أنت قاعد تتحكم بجهاز وهذا الجهاز هو اللي يتحكم بالمريض مو شي مباشر مو أنا مباشرة نتحكم بالمريض وكذلك على مود أنت تشتغل بروبوتيك سورجيري أنت محتاج تتعلم لفترة طويلة كلش higher learning curve تمام يعني خلي نقول معدل التعليم ما لنت تأخذ مدة طويلة تمام طيب بالنسبة لروبوتيك سورجيري هم منها ممكن تنسأل بيها تستخدم بشنو هل حاليا تستخدم إي تستخدم ده يقول لك طبعا في دول متقدمة في يورولوجي أي بجراحات المسارك البولية عامة وخصوصا عند الرجال اللي يصير إزالة البروستاتا يسموها بروستاتيكتومي بروستاتيكتومي تمام أيضا في عمليات جراحية للقلب كارديك أو هارت سيرجري أو حتى في عمليات النسائية غينيكولوجي وخصوصا بعملية يسموها هستيريكتومي اللي يشيلون بيها الرحم والمبيض إلى آخره تمام بالنسبة للروبوتات يا جماعة ممكن همنا ندخل من فتحة وحدة وهذا همنا نسموها شنو سينجل سايت روبوتيك سيرجري سينجل سايت تمام نفس اللي أخذناه في اللابروسكوبي هنا نفس الشي همنا فطبعا منفع عمالتها شنو أو أهميتها شنو هي نفسها يعني ما تسبب سكار زين وطبعا تكون مرضية كلش للمريض نشوف هنا صورة لها هايانا هاي هاي هسه فتحة زين ومن خلال فتحة الواحدة ده تشوف ده تدخل عدة أجهزة زين لو جينا من ناحية الكوزموتك خصوصا هايانا 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 بالنسبة لأوبن سيجري لو تلاحظون شلون تارك أثر شبير زين نتيجة الشق اللي صير في البطن هذا بالنسبة اللي الصورة اللي قدامنا اللابروسكوب اللي اعتياري مو سنجل بورت ما الديفين شي كانوا يسموها ثلاث فتحات ده تلاحظ من ناحية الكوزموتك أكيد فرق لكن هنانا لا هي أصلا فتحة كوحنا عدنا هي صح مزدودة لكن هي موجودة فتحة أو ستل موجود اللي هي ما صر زين فممكن أصلا جراح يدخل من خلال هذه الفتحة عادي فإذا هي سنجل سايت فإذا عيب ما انت من ناحية كوزموتك والألم وكل كل شو كلاشي قليل تمام طبعا شوكت استخدموا سنجل سايت روبوتيك سرجري هذا دي يقول لك استخدموها في عام 2011 و 2013 استخدموها لإزالة المرارة أو كوليستيكتومي وكذلك إزالة الرحم المبيض إلى آخره في عملية سموها استريكتومي تمام أيانا هذه قدامنا همينا هي فتحة وحدة لكن داخل بيها عدة أجهزة شنو هي منافع مالتها سنجل سايت روبوتيك سرجري همينا مهمة في الإيسي والأمسي يقول لك مقارنة بروبوتيك مالتي بورت سرجري مالتي بورت يعني عدة بوابات أو عدة فتحات أول شي هيانة نفس الكلام دا عيد لك ياه والله ماكو شي جديد هي كوزموتيك يعني ما تسبب سكار وكذلك ألم أقل وإضافة إلى ألم أقل طبعا شفاء أسرع يعني واحد بعد شي ريد من ناحية تجميلية هي عحلة ألم أقل وبسرعة يتشاف بالنسبة لديز أدبانتج مالتها دا يقول لك نون ريست إنستريومنت يعني الأدوات هذي لما تدخل نفس الكلام صراحة قلناها وإعادة تعتبر من سنجل سايت ما تقدر تتحرك بها بسهولة أو بمرونة لذلك يقول لك شنو نون ريست إنستريومنت يعني غير مرنة بالحركة بالنسبة لربوتيك سرجري أكو أدبانتج ثانية زين ممكن نستخدمها أو ننتبع بيها زين لكن هذي ما مستخدمة كل شي هواي بس تعرف لي الاسم وأنا أقول لك شغلة بسيطة عليها اللي اسمها Firefly Fluorescence Imaging شنو هذي Firefly Fluorescence Imaging هذي يسموها تصوير الحي أدخل الروبوتات طبعا إذا أكو مشكلة معينة زين أكو مادة تدخل للجسم فبالتالي تتفاعل نتيجة هذي التفاعل يبين لك أكو مشكلة في مكان المعين فبالتالي يلون لك يلون لك على مد تعرف أنه هذه المكان بمشكلة زين سألق تعرف كفاية كلش هيا هذا يقول لك Future Robotic Surgery يعني إذا تشوف هو تيوب واحد لكن به كاميرا و لايت وهنا الملقط وهنا الكتر إلى آخر كل شي موجود بيها ومن خلال تيوب واحد بس أكو عندك Not Surgery أي بما معناها ملاحظة جراحية إذا أنت قررتها هيتشي فأنت طالب شاطر ما شاء الله هي ملاحظة جراحية لكن أنا كتبت لك هيتشي بهذه الطريقة على موت تبقى ببالك Not Surgery هذي مختصر لكلمة أو لجملة Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery يعني هذي كلها مختصر مالتها ب Nots على مون تباشنه ما تنساه هذا همين مهم بالألم سكيو جماعة ممكن نسائل بيها شنو معنا الكلام Natural Orifice يعني احنا فتحات موجودة بجسمنا already من خلالها احنا ندخل بالمنظار على مود عمليات الجراحية زين هو هذا معنا Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery Transluminal بس الكلمة هذي اخاف يعني تريد تعرفها يعني تعدي الطبقات Transluminal يعني مثلا لو جينا نريد نسوي لهاي المراية اكو عندها مشكلة بالمعدة ندخل بالمنظار انا اسف صارت اه ندخل بالمنظار هيا اندوسكوبيك احنا دخلنا بشنو هل احنا سوينا اي دامج في الاسكن لا دخلنا بفتحة الطبيعية موجودة بالجسم Natural Orifice تمام وهذه التيوب عدة طبقات مختلفة هيانة الحالك بعدين الفارنكس بعدين المري الى اخر الى انوصل لين المعدة هاي كلها طبقات مختلفة فسموها Transluminal تمام فطبعا هي همية نفس الشي تساعدنا ممكن احنا نشوف اذا اكو اي خلل بالجسم في اماكن معين لكن اللي احنا نستخدمها هي فتحات طبيعية موجودة بالجسم شنو هذي الفتحات اللي موجودة بالجسم طبيعية اكيد احنا نعرفها كلنا mouth زين stomach يعني من خلال المouth يدخلون ويروحون الوين stomach اكيد في مواضيع مع الغسيل المعدة اذا سمعتوا عينها او vagina زين المهبل عند النسوان واخر شي rectum اللي هي فتحة الشرج تمام هذي كلها الههمية ممكن نستفاد منها في عملية جراحية زين طيب داي يقول لك هنان what has been done with notes so far يعني بشونو انت تستفاد بعمليات النوت هذي او نوت surgery هذي هم من هم ممكن تنسيل بها في mcq و ec شوفوا اياه هاي الصورة على موضوع احنا نكون على علم قبل ما نشرح الموضوع هنان احنا دخلنا الوين بالبداية دخلنا للموض من الموض نزلنا للمعيدة من المعيدة طلعنا اخترقنا المعيدة ورحنا الوين ورحنا لجول بلدر لو تلاحظ لتشوف اذا عدينا طبقة مالة المعيدة لولا عدينا الوصوفيقص هذي لولا اذا عديناها فسموها ترانس لومين لتشوف على مود توصل الوين على مود توصل لهذا اللي سمناها المرارة نفس الشي اكو طريقة ثانية وهذه ممكن صير في النساء يعني عن طريق فتحة المهبل او الفجاينا الفجاينا الوريفس ندخل بالاندوسكوب هذا ووراها نوصل لي يوترس او الرحم نخترق الطبقة مات الرحم ونصعد لي فوق ونوصل للمرارة وهكذا فإذا انت بشنا تستفاد من هذه العمليات الجراحية نزيل نحن نريد نعرف دايقول لك تستفاد في انواع مختلفة من عمليات جراحية اولها مثلا دايقول لك transgastric appendectomy يعني تدخل للمعدة trans وثم تخترق المعدة وتروح شا تسوي تروح شايل الابندكس فسموها transgastric appendectomy نفس الشي تروح تشيل منه colistectomy اللي هذي شفناها بالصور اللي قدامنا او عن طريق vagina transvaginal colistectomy اللي شفناها في الصورة الثانية او مثلا عن طريق فتحة الشرج transrectal colectomy تشيل جزء من القول يسموها colectomy تمام بهاي الامور انت تستفاد من النوتس هذي اكيد يعني هنا ماكو اي شي متعلق بالكوزموتيك زين لان هو مو ظهر هي اصلا فتحة موجودة بجسمنا تعالوا خلونا نشوف شنو اهميتها وشنو مظارها بالنسبة بالنسبة لنوتس سيرجري يا جماعة منفت مالتا اول شي كوزموتيك هل هنا راح يصير اي اسكار لا لان احنا ما ثقبنا اي جزء بالجسم ورد احنا فتحة موجودة ودخلنا من خلالها فاذا هي ماكو حرفيا اي اسكار اكيد الالم مالتا يكون همنا قليلا وفاستر ريكوفري ويقولك less risk of وند انفكشن and هيرنياس احنا طالما نفتح اي فتحة بالجسم اي جرح فهذا ممكن يصير عدوى نتيجة هذا الجرح فسموها وند انفكشن فاذا هنا نسبة حصول وند انفكشن نقللها وايضا احنا لما نجي نخترق طبقات الجسم ممكن نعرض الجسم للفتق لان انت سويت بيها شق وشق هذا يضعف الطبقات فلذلك احنا همنا بهذه الحالة او بهذه العمليات نقلل هيرنياس طيب بالنسبة للdisadvantages طبعا همنا تاخد مدة طويلة على مود واحد يتعلم learning curve مالتا عالي longer procedure time تاخد وقت اطول وكذلك قاعد يقول لك problems with closing enterotomies enterotomies هذي الشقوق اكو اللي احنا دخلنا مثلا للمعيدة زين وشقينا جزء من المعيدة تمام مثلا نفرض هذي فبالتالي هذي الشقوق شوية تاخد وقت على مود شانو على مود تتصلح لذلك هذي تعتبر مشكلة مشكلة جبيرة ممكن يبقى عنده شنو ممكن يبقى عنده نزيف bleeding فدخل مشاكل ثانية فاذا هذي مشاكل همينة ممكن تصير نوتس سرجري تمام هذي هدية مني لك زين حرفيا ما كو عليها اي كلام تستفاد من عدها وحتى اذا ما تصدق هاي هدية مني والله هاي انا مكتوب فروم عبو مديعي منه منه مؤسس عبو انا ما لتي هاي اكاديمي الي يلا نجي على تكملة لموضوع الاندوسكوبي جماع اندوسكوبي شوفوا خصوصا ذكرنا لكم اياها يعني هو نفس الفكرة كلها هو هم ان منظار يعتبر لكن انت هم انه تدخل من فتحات الموجودة بالجسم تمام هاي انا اهنا ادخلنا ووصلنا الوين للمعيدة على مود مثلا شخص اذا نشوف قرح اكو او نزيف اكو الى اخر زين تلاحظ هاي انا هم يراقب الجراح هذا عن طريق اكيد تي بي مونيتر زين فاذا ما هو اندوسكوبي اندو بس ما ننسى الكلام يعني تدخل جو جسمك سكوب يعني منظار زين ناظور قل ناظور ناظور بس المهم هذا اكزامنيشن لانترنال بادي كابيتيز يعني اذا انت تريد تشوف تجاويف جسمك الداخلية لازم تسوي شنو اندوسكوبي دي يقول لك يعني تستخدم بها عدوات طبية خاصة زين لذلك سموها شنو سموها منظار زين اندوسكوب سموها طبعا فزيشن يوز اندوسكوبي تو دايغنوز الطباء يستخدمون اندوسكوبي هذي على موت شنو التشخيص والمراقبة وكذلك نعالج بها مشاكل مختلفة مشاكل صحية مختلفة اهنان همينا جاي حاجي لك على هندسة طبية همينا ما تستفاد منها اي شي لكن اكو شغلة بس يعني ممكن نحن نستفاد من عدها هنا قاعد يقول لك في الاندوسكوبي طبعا هذا الشكل زين هذا الشكل مالته وهذا الشكل لما طبعا يدخل لي جو هنا اكيد شنو اكو بالانبوبة نفسة اكو كاميرا واكو لايت زين فهنان قاعد يقول لك through one channel of يعني شنو معناها من خلال قناة اللي موجودة في الاندوسكوبي هذي اكو شنو اكو مي واكو هوا زين يعني مثلا لو جاينا نشوف الاندوسكوبي هنانا نشوف بيها عدة اجزاء هي مبوبة واحدة ليش موجودة الماء والهوى داي يقول لك على مود تنغسل وتنشف المكان اللي صار بيه جرح لان ممكن انت اثناء الدخول ممكن تسبب شوية جرح في الماعدة الى اخره يعني هم انا مو كلش كلام مهم صراحة بس يعني تبقى عروفة لكن هذا كلام مو إلك ولا تابع إليك زين اهنان قاعد يقول لك شوية كلام عام عن اندوسكوب داي يقول لك اندوسكوب اكو قناة خاصة زين ممكن من خلالها تحرك مانيبيولايت تمام شوية ادوات صغيرة تمام مثل شنو مثل فورسب هذه ملقط يسموها ملقط الشبير يعني العموم يعني اكو ملاقط خاصة تدخل يجو جسم ملاقط صغيرة تصير واكو مقصات وكذلك ادوات للشفط او ساكشن دي بايس يسموها ذي كل من خلال التيوب ممكن تسويها تمام لان موجود بالتيوب نفس يعني لو جان احنا هنا مثلا نشوف شوفوا ايا شنو اكو هنا اكو جزء زين احنا نريد هذا الجزء نقصه ونشيله ونشوف شنو اكو جواه فشلون القصة اكيد عن طريق مقص زين شلون نلزمه عن طريق فورسب الملقط زين قصيت وخلصت شغلي غير لازم اشفط تشفط شنون عن طريق اكو شيء اسمه تمام دا يقول لك يعني شون معناها ممكن تخلي ادوات مختلفة في اندوسكوب على مود تشوف شغلك بيها زين لمختلف نوع شغلات طبعا هذا هم يعتبر شبه تكرار على مود انت تدخل بالاندوسكوب انت تدخل للجسم عن طريق شنو عن طريق body opening يعني already opening موجود بالجسم مثل mouth او انس الشرج او حتى عن طريق small incision in the skin زين لكن small incision in the skin يعني مو كلش مشهور لكن mouth هذا كلش مشهور خصوصا قلت لك الموضوع غسل معادي الى اخر لكن هاي الامور همين ممكن تسوي طبعا وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم والمفاجئة الشبيرة اللي ما يعرف طبعا أنا تقريبا صار لسنة متوقف عن تسجيل الشروحات لانشان عندي امتحانات وامور اخرى والنقل ومدري هاي الامور كله فأقدت من عندي وقت كلشي هواية او يعني اقل من سنة تعتبر على العموم من الاخير يعني هذا يعتبر اول شرح شرحت لكم واني دكتور قبل تتعرفون واني كان طالب بس الحمد الله هسه خلاص بعد صار الطبيب تمنون شنو عدنا هنانا اسئلة لازم نحل الاسئلة بعدين نسد التسجيل يلا تعالوا ويايا خلونا شوية نقنق بالاسئلة على موت شوية تكون عدكم همين اعلم بالمواضيع المهمة اللي احنا اخدناها زين طبعا اسئلة تشوفوها خمس اربع اسئلة نهاية كل محاضرة و مو بس آني حتى دكاتر الويايا ان شاء الله راح يشرحو لكم او يوضحو لكم هذه الاسئلة وايضا ما ننسى نهاية كل محاضرة يعني المحاضرة الاولانية خلصتها تريد الطب للمحاضرة الثانية فانت لازم تمتحن زين هذه الشي همين مو ويايا هاي الابديت ان شاء الله سويناها بالسيستم مالتنا كليتنا آني وباقي دكاتر حتشوفوها ان شاء الله ويا نظام الجديد اللي راح نتبعها فتعالوا ايايا هسا نبدي بشوية حلول شوية اسئلة اللي احنا اخذناها خلال الدرس تمام دي يقول لك هنانا بالامسي كيو which type of نوت سيرجري has been performed to remove goal blader احنا على مود نشيل goal blader بالنوت سيرجري هي طريقة كنا نستخدمها كنا نستخدم transgastric appendectomy لو transgastric cholecystectomy لو transrectal collectomy اول شي collectomy والhisterectomy هذي مو goal blader تمام ولا appendectomy اذا هي شنو اذا cholecystectomy زين هذا من غير ما تشوف اصلا دي يقول لك اللي بعد what is the major benefit of not surgery regarding infection risk يعني شنو هي اهم ميزة لنوت سيرجري مو احنا اخذنا عن طريق ندخل الفتحات الطبيعية بالجسم طبعا احنا على مود نسيطر على الانفكشن نزين جننستخدم هذه الفتحات فاذا معناه هو شنو دوره ويا infection risk يقلله لو يزوده اكيد يقلله نزين فبالتالي معناها شنو ثاني جواب اللي هو بهذا هو جواب الصحيح less risk of one infections لان احنا بدن ندخل بالفتحات الطبيعية بالجسم ديقول لك which instrument is not used in laparoscopic surgery اكو واحدة من هذي الادوات ما نستخدمها ب laparoscopic surgery لقى شوار هذي تنا نستخدمها على مود نقفل بها artery harmonic هذي مع ultrasound همين كان موجودة cautery همين كان موجودة اذن الجواب الغلط هنان هو defibrillator تمام هو ما يستخدم في laparoscopic surgery ديقول لك اللي بعد what type of imaging enhances visibility in robotic surgery يعني اي نوع من الصور تحسن رؤية في عمليات جراحية عن طريق الروبوتات هذي اخر واحدة اللي قلنالكم اياها زين كلش مهمة كانت قلنالكم يعني هذي مارد يعني اصلا تفاصل ما كان عليها اكو باللون الاخضر لو تلاحظون بالصورة اللي شوفناكم اياها او لو لاحظتم عفو فهي كانت بالفعل مادة كانت تروح ترسم لك او تلون لك المشكلة الموجودة في جزء معين تمام فإذا fire life fluorescence imaging يقول لك which of the following is not a benefit of laparoscopic surgery يعني من واحدة من هذولي هي ما تعتبر شنو من مزايا تمام laparoscopic surgery less pain speed recovery more adhesions fewer wound infection أكيد هي ما تعتبر من المزايا موضوع more adhesions التصاقات لا التصاقات شلون شلون هي تعتبر من المزايا ما تعتبر مزايا فلذلك سميناها شنو not a benefit يعني disadvantage إذن جواب الصحي اللي عندك هو شنو more adhesions لهذا إحنا خلصنا محاضرتنا الفعلية لهذا اليوم ولمادة الجراحة مادة الجراحة حلوة طبعا اللي يحبها يهتم بيها زين ويقراها أول بأول لأن موضوع يحتاج منك شوي تتعب عليها وإن شاء الله تتسهل وتفهم نقطة بنقطة وأنا يجي دوري طبعا هنا أفهم كل اللي موجود بالجراحة إضافة إلى هذه النقطة حبيت أوضح لكم نقطة مهمة اللي يشترك بالكورس ويانا ممكن يرسل admin موجود حساب طبعا في أسفل القناة بصندوق الوصف أيضا موجود عندنا كورسات لموالد ثانية لمرحلتكم وحتى الباقي المراحل كل اللي عليكم بس تتواصلون ويا admin إضافة إلى هاي آخر نقطة حتى أسد التسجيل أكون ملازم عندكم بالنسبة للجراحة هي مو ملازم صراحة زينة مخاربطة كلش وبس مجرد يعني كتابة فهاي إن شاء الله تتحول إلى ملازم مرتبة تعرفون على طبعي أنا ما حب أشرح على ملازم مخاربطة فلذلك وجب التنويه لكن المحتوى هي نفس المحتوى لكل يدكم حاصرا تمام فقط اللي راح يصير من التغيير تغيير الترتيب وإضافة الصور وتوضيح الكلام كنوا بأمان الله مع السلامة